يعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربية المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي والقومي للتنمية العمرانية 2052 يهدف المشروع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في العام فضلا عن توفيري نحو 1.5 مليون فرصة عمل للمزيد عن جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي ننتقل إلى الزميل رجاء رمزي أهلا بكم نقلة نوعية متميزة شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من العالمين حتى السلوم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية 2052 إذن هي خطة تنموية في الساحل الشمالي الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 مليون نسمة فضلا عن الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية عن طريق تطوير الشبكات البنية الأساسية في المنطقة تشمل الرؤية العمرانية إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب ملايين من السكان منها مدينة العالمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها كذلك مدن رأس الحكمة النجيلة جرجوب بالإضافة إلى المدن القائمة مثل مرسمة روح والسلوم الدولة وضعت مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي يمتد من العالمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق بأكثر من 280 كم يشغل مسطح نحو 160 ألف كم تقريبا بهذا في إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم طفرة تنموية ضخمة شهدت المنطقة في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ العام 2014 يعد مجال الزراعة واحدا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات منها المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي ومركز الإرشاد الزراعي في محافظة مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه وعلى مساحة 10 ألاف فدان أقيمت المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية يضم 1300 صوبة زراعية وهو ما يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية يعتبر مشروع الصوب الزراعية هو الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وأيضا تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية مع ترشيد استخدام الري في مجال الطاقة الكهربائية نجحت الدولة في رفع قدرة الشبكة الكهربائية بمحافظة مطروح من خلال تطوير الشبكة في مقدمتها محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بتكلفة 28.5 مليار دولار تعد المحطة أولى خطوات الدولة في تنفيذ برنامجها النووي الذي أصبح واقعاً ومن مشروعات غرب مصر التنموية مشروع القرية البدوية بواحد سيوة للأسر أكثر احتياجاً والمدينة السكنية بيئة ضبعة في محافظة مطروح كذلك إنشاء الحي اللاتيني القديم في مدينة العالمين الجديدة نفذت الدولة مشروعات إسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمة 295 مليون جنيه كذلك إنشاء مدينة العالمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على إفريقيا من الأهداف الاستراتيجية لخطة تنمية الساحل الشمالي توفير 1.5 مليون فرصة عمل مع دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5 في المئة حالياً إلى 7 في المئة فضلاً عن تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل ما بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة وتهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة شكراً لكم